اكدت سعادة السيدة رواند بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز تمكين الشباب ومنظومتها الإدارية والفنية لخلق أفضل أنموذج عمل إداري في تلك المراكز نعم هذا الأمر يتوافق مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والرامية إلى تعزيز البيئة المثالية أمام تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات وأوضحت سعادة الوزيرة أن الوزارة قامت مؤخرا بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تنظيم مراكز تمكين الشباب إداريا عبر تدشين الخدمات الإلكترونية وتدريب العاملين في المراكز مبينة أن الوزارة تهدف من إطلاق الخدمات الإلكترونية إلى تطوير عمل مراكز تمكين الشباب بشكل دائم عبر تسخير التقنيات الحديثة التي توفرها التكنولوجيا وتوفير أفضل الحلول للتحول الرقمي منضحة أن مراكز تمكين الشباب في مختلف محافظات مملكة البحرين تمثل المكان المناسب لاحتضان طاقات الشباب والاستثمار في مواهبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وأشارت الوزيراء إلى أن مراكز تمكين الشباب تعد من أهم أدوات تطوير قدرات الشباب لما تقدمه من خدمات وأنشطة شبابية واجتماعية وثقافية وفكرية ورياضية ترجمة نانسي قنقر